موسيقى نشت منتصف الليل عبر شاشة ليبيا لكل الأحرار والبداية بالعنوين موسيقى ما اقتلوا عدد من قوات الصائق الموارية لحفطر ببنغازي واشتباكات عنيفة في محاور الليثي والمساكن وفينيسيا والجهة الغربية للمدينة موسيقى اتطاقوا صراح عدد من شباب العجلات المحتجزين في الزوارة والذين قاتلوا إلى جانب ما يعرف بجيش القبائل في محور يوم شويشة موسيقى المؤتمر الوطني يقول ان الدولة الليبية لن تكون منزمة بأي عمر او تعاقدات تبرم من قبل مجلس النواب او الجهات التابعة لحفط موسيقى 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 اكد مصدر اعلامي من مجلس شرى ثوار برغازي مقتل عدد من افراد كتيبة الصائقة المهلية لقوات حفطر اثر انفجار لغمين ارضيين بمنطقة الليثي موضحان ان اشتباكات دارت الاحدة في محاور الليث والمساكن والجهة الغربية للمدينة وقال المصدر ان اشتباكات عنيفة جرت في محور فينيسيا بعد محاولة قوات حفطر التقدم نحو كتيبة السبع عشر من فبراير مضيفا ان قواتهم اجبرت قوات الكرامة على التراجع وافاد المصدر ان طائرة حربية تابعة لقوات حفطر استهدفت ادة مواقع لقوات مجلس الشرى دون وقوع اضرار بشرية موسيقى قال الناطق الرسمي باسم الغرفة الامنية المشتركة بزوار حافظ عمر انه جرى مسال احدى لفرج عن عدد من شباب مدينة العجيلات الذين اعتقلهم ثوار الزوار والعجيلات في محور المشويشة عندما كانوا يقاتلون الى جانب قوات ما يعرف بجيش القبائل واضف معمر ان عملية تسليم المحتجزين جرت بحضور مجلسي الشرى والحكماء في العجيلات وزواره من جهته ذكر الهلال الاحمر الليبي ان عدد المحتجزين الذين سلمتهم الزوار للعجيلات بلغ اربعة اشخاص قال احد عيان مدينة العجيلات نور الدين لطرش لقناة ليبيا لكل الاحرار ان اطلاق سراح الشباب المعتقلين لدى ثوار الزوار بادرة طيبة نحو المصالحة واضاف ان كل مدن المنطقة الغربية لديها رغبة في المصالحة لكن من سماها بالاطراف الخارجية تسعى لبث الفتنة بين الليبيين جهود المخلصين في المنطقة الغربية حقيقة من زلطهم الى غاية الجميل الى غاية الدليل وزواره وصبراته وصرمان وزاوية حقيقة للمنطقة لديها رغبة في انهاء استثال ولديها رغبة في المصالحة ولكن حقيقة للأسف بالطرف الاخر متعنت وانا حسب فهمي ان يتم تحريكم من الناس خارج ليبيا اعلن اهالي مدينة الزوارة في بيان لهم رفع الغطاء الاجتماعي عن كل من تسوي له نفسه الاضرار بالامن القومي لليبيا مشددين على ضرورة التعاون من اجل الحد من ظاهرة الهجة غير النظامية وتهريب الوقود قال الناطق باسم قوات فجر ليبيا في المحور الشرقي من مدينة الزاوية دبيل بوزوائي ان المضع في مختلف محاور ورشفانة يشهد هدوءا نسميا مقارنة بالايام الماضية واوضح بوزوائي ان الطريق الواصلة بين ترابلسا والزاوية مؤمنة حاليا حيث لم يتم حتى لان تسجيل اي من الخروقات المتعلقة بالسرقة او السطو على السيارات العابرة للطريقة طالب مساعد مدير محطة كهرباء الخليج البخارية بسرطة احسن الفرجاني الجهات المسؤولة والقضائية والدولية بضرورة التحقيق في قصف باخرة انوار افريقيا نافيا تكون الباخرة محملة بالسلاح والذخائر وقال الفرجاني ان قيام الطيران الحربي التابع لحفتر بقصف الباخرة وهي راسية بالمنصة العائمة ببناء المحطة بالقبيبة غربي سرطة هو امر كارثي هذا واضاف مساعد مدير محطة كهرباء الخليج البخارية انه قد تم انقاذ طاقم باخرة انوار افريقيا وقبطانها موضحا ان الاضرار التي لحقت بافراد الطاقم تتمثل في بعض الحروق والكدمات وتعتبر هذه المرة الثالثة التي يستهدف فيها الطيران الحربية التابع لحفتر نقلات للوقود امام سواحل المدن الليبية خلال هذا العام بينها نقلة يونانية قرب درنة واخرى تركية قرب سواحل طبرق مما اثر بشكل مباشر على حياة المواطن الليبي بظل تزايد عدد ساعات انقطاع الكهرباء تابع المزيد في سياق هذا التقرير ليست المرة الاولى التي تستهدف فيها نقلة للوقود بحجة وجود اسلحة على متنها او عدم امتثالها للأوامر قبل دخولها للمياه الاقليمية الليبية ووفق ما اكد قائد سلاح الجو لقوات عملية الكرامة سقر جروشي فقد قصفت الطائرة الحربية التابعة لهم ناقلة النفط انوار افريقيا قبالة سرطة والتي كانت في طريقها لتفريغ حمولتها البالغة 35 الف لتر مكعب من الوقود الخاص بتزويد محطة سرطة البخارية للكهرباء وزارة الدفاع بحكومة الانقاذ الوطني اعلنت اصابة اربعة اشخاص بجروح متفاوتة الخطورة نتيجة هذا القصف من بينهم ربان السفيلة وموظف تابع للشركة العامة للكهرباء نتج عن هذا الاعتداء السافر اصابة اربعة اشخاص باصابات متفاوتة الخطورة منها ربان الباخرة واحد عاملي الشركة العامة للكهرباء اثناء تفريغ الباخرة لحمولتها المقدرة ب35 الف متر مكعب الشركة العامة للكهرباء بدورها عبرت عن ادانتها الاستهداف الناقلة مؤكدة انها لن تتحمل مسئولية توقف محطة خليج سرطة البخارية عن انتاج الطاقة الكهربائية بسبب عدم توفر الوقود اللازم لتشغيلها حيث تقوم المحطة وحدها بتزويد الشركة العامة للكهرباء بما يقرب من 1400 ميجاوات وهو ما يعني في حال توقفها حدوثا قطاعات في اغلب المناطق والمدن الليبية طائرة تابعة لمجرم الحرب حفتر باستهداف ناقلة الوقود المسمى انوار ليبيا اثناء تزويدها محطة سرطة البخارية للكهرباء بالوقود والتي تغذي الشبكة العامة للكهرباء بنحو 1400 ميجاوات يأتي هذا فيما لم يصدر عن حكومة الازمة التي يتبع لها الطيران الحربي اي تصريحات او ردود فعل بالخصوص قال وزير صناعة الاسبق محمود الافطيصي في برنامج خبر وبعد ان استهدف باخرة انوار افريقيا له تداعيات اقتصادية وابئية خطيرة مستنكرا في الوقت ذاته الصمت الدولي تجاه هذه الاعتداءات المتكررة للأسف المجتمع الدولي لم يدين هذه العملية ولم يتكلم عليها لا الامم المتحدة ولا المبعوث الامم المتحدة لا ليبيا ولا الولايات المتحدة ولا الاتحاد الاوروبي واعتقد ان السكوت عن هذا العمل اعتبره حقيقة ايضا لللواء المتقعد خليفة حفتر من جهاته استغرب الكاتب الصحفي عصام الزبير استهدف هذه الناقلة بحجة انها تحمل سلاحا ومقاتلين معتبرا ان هذه الاسباب غير منطقية حتى من ناحية السلامة مستنكرا في الوقت ذاته غياب ردة فعل من المؤتمر الوطني العام لم تقوم الحكومة والمؤتمر الوطني لأي معالزة لأي ازمة حدثت الليلة العاد لم يقوم بربة فعل قوية هادثة لم يتم حتى ادراض الصور على واجهات القنوات الفضائية وارسالها لها حتى يرى الناس حجم المشهلة الانان ما زلنا نبقى في حدوث البيانات لكن ماذا بعد البيانة؟ وحول صبت المؤتمر وحكومة الانقاذ تجاه استهداف ناقلة قال عضو المؤتمر الوطني ابو القاسم مكزيت انهم لا يملكون حاليا الا الادانة اجد ان استهدافها حقيقة امر مستغرب وبحاجة الى تبرير يجب على كل الاحوال المؤتمر الوطني العامة وحكومة الانقاذ ان يرفعوا هذا الامر للجهات الدولية استنكر مجلس الحكماء بسرطة في بيان له قصف الطيران الحربي الذي استهدف حيا سكنيا بمنطقة الزعفران نتج عنه وفاة ابي الاسرة وابنته البالغة عشر سنوات فضلا عن اصابة اثنين اخرين من الاسرة نفسها باصابات خطيرة وامرأتين بجروح متفاوتة واوضح مجلس الحكماء ان القصف ليس له علاقة باي هدف او موقع عسكري بالمدينة مشيرا في بيانه الى ان اهالي سرطة يطالبون المجتمع الدولي وكافة المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية بالتدخل الفوري من اجل الحماية وابعاد العمريات العسكرية عن المدينة من جهته دان حزب العدالة والبناء قصف طائرة تابعة لحفترن لاقلة الوقود انوار افريقيا المملوكة للمؤسسة الوطنية للنفط وذلك قبالة سواحل سرط ووصف الحزب في بيان له لاحظ الحادثة بالاعتداء الذي يمثل جنيمة بحق لاقلة مدنية كما انه يهدد بكارثة بيئية وبتأزيم خدمات الكهرباء على المواطنين ودع الحزب حكومة الانقاذ والمجتمع الدولي الى العمل على اخماد الحريق والسيطرة كما حمل المجتمع الدولي مسؤولية ما وصفها بالانتهاكات حفتر قال المتمر الوطني في بيان له ان الدولة الليبية لن تكون ملزمة بأي عمل او تصرف قانوني ابرم او يتم ابرامه من قبل مجلس النواب بطبرق او الحكومة المنبثقة عنه او الجهات التابعة له واضف المؤتمر الوطني ان الدولة الليبية تخلي طرفها من اي مسؤولية قانونية او مالية تجاه التعاقدات او الاتفاقيات التي ابرمت او يتم ابرامها مع الدول او الاشخاص واعتبارها اعمالا معدومة قانونا لصدورها من غير ذي صفة واشار المؤتمر الوطني لانه استند على المادة السابعة عشرة من الاعلان الدستوري واحكام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا التي قضت بعدم دستورية مجلس النواب وقانون انتخابه حسب نص البيانة قال وزير خارجية القطري خالد بن محمد العطية خلال اختتام الاجتماع الوزاري المشترك الرابع والعشرين بين دول مجلس التعاون والاتحاد الاوروبي قال ان هناك توافقا في الرؤى حول دعم الحوار الوطني الليبي واضف العطية ان الحوار هو السبيل الوحيد للتوصل الى حل سياسي في ليبيا قادر على انهاء الانقسام وتحقيق الاستقرار والوحدة للشعب الليبي وكانت الموثل العليا للشؤون الخارجية والسياسية والامية بالمفاوضية الاوروبية فتريغا موغريني قد اكدت وجود تقدم في المفاوضات للوصول الى توافق في ليبيا قبل شهر رمضان مضيحة ان الملف الليبي يعد احدى اولويات الاتحاد الاوروبي منذ الدلاع ثورته في براير نفى منسق مغتمر القبائل الليبية المقرر عقده في القاهرة عادل الفايدية علاقة اي جهة سياسية او ايدولوجية باجتماع القبائل التي ترعاه بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا بالعاصمة المصرية واكد الفايدية ان الاجتماع يأتي بموادرة من بعض الشخصيات الليبية حسب قوله ما عندناش اي انتماء لاي ايدولوجية ولا سياسة ولا فكر ولا اي شي نحن نعمل فكرنا واي جندتنا وسياستنا هي بناء ليبيا لا بد ان نجد ليبيا اولا ومن ثم نحاول ان نجد بعض الاشياء الشكلية اللي هي تحقق الديمقراطية وتحقق الاشياء هذه اللي يبحث عن او ينادي بها المجتمع الدولي ولكن المسؤولية الاولى تقع على القبائل في تحقيق السلم والامن الاجتماعي اذا تحقق هذا السلم والامن الاجتماعي سيتحقق السلم الامن وهناك تنمية اقتصادية جيدة سيكون هناك مخرجات جيدة تفيد بناء الدول عاد ملف حوار الاسخيرات للسحام الجديد بعد اعلان بعض الاطراف ان جولة جديدة ستستنف بداية الشهر القادم وسط تساؤلات عامة اذا كانت هناك مؤشرات تبشر بان تكون هذه الجولة حاسمة التقرير لا يرصد ابرز ما سجلته جلسات الحوار السابقة بعد توقف جلسات الحوار اللي بي منذ اكثر من شهر عاد الحديث من جديد حول استئنافها في الصخيرات المغربية مطلع الشهر القادم قطار الحوار الذي يواجه عقبات عدة منذ انطلاقته في اغدامس نهاية العام الماضي ليمر بجنيف السويسرية والعاصمة الجزائرية قبل ان يستقر في محطته الاخيرة بصخيرات يبدو انه امام مسار جديد يبدو صعب فالمبعوث الاممي برناردين اليون المح الى عزمه طرح مسودة رابعة جديدة للحل النهائي بين الاطراف ودق في الوقت نفسه نقص الخطر من تواصل مرور الوقت دون التوصل الى حل ينهي الازمة الراهنة جولة جديدة من الحوار ينتظر منها المواطن اللي بي لقاء مباشرا بين طرفي النزاع على طاولة واحدة وتقريب وجهات النظر بينهما ويتطلب الحوار تقديم تنازلات من اجل تشكيل حكومة وفاق وطني واعادة التوازن لمؤسسات الدولة بعد اشهر من القتال والصراع راح ضحيتها عشرات الابرياء فهل ستكون جولة الصخيرات القادمة الفارقة لحسم الخلاف؟ قال عضو المؤتمر الوطني العام عبدالقاذ رحولي في برنامج العاشرة ان جهود المبعوث الامامي براديوليون في الحوار لن تنجح الا بجمع الاطراف وجها لوجه جاهزون الى الحوار اذا تم تعديل اجراءات تعديل جوهرية او سحب هذه المسودة بالكامل او اجراء تعديل جوهرية على مخرجاتها ولكن نحن في المؤتمر الوطني العام نرى ان هذه العملية هي عملية عبثية يجب ان يضغط السيد اليون الى اضراد ان ينجح فعلا في هذه العملية على الاطراف ان تلتقي وجها لوجه مباشرة فيما عبر عضو مجلس النواب الصالحين عبدالبي عن تأييدهم لحوار الليبي الليبي من اجل ايجاد حل للازمة الراهنة ووقف الاقتتال اتمنى ان جلسات الحوار لاخوة الليبيين يفتحوا صدورهم لبعضهم يتنازلوا بعضا يرعوا كل ليبيا وشباب ليبيا وانا مع زميلي السابقين قال لازم ان الحوار يكون ليبي ليبي انا اتمنى ان يكون الحوار ليبي ليبي من جاتراء رئيس السابق للمفوضية العليا للانتخابات واحد المشاركين في الحوار نوري عبار انه على جميع الاطراف توضيح تحفظاتهم على المسودة دون رفضها كلية لان الوقت يمر حسب تعبيره اذا ما تم الاختيار فعلا ان يكون هذا الحوار الجالي الان هو الذي يضع قصص لمعارجة الحالة الليبية يبغى ان يتعاطعها بشيء من الجدية وبشيء من المسومية ولكن ان نبقى ثلاث اشهر ولأتي في اخر المحكة وقد اكد الناشط السياسي صراح البكوش ان الحوار يجب ان ينتقل الى اسس جديدة مشيرا الى ان ليون فقد الكثير من مصداقيته يجب ان يعرف السيد ليون بانه فقد الكثير من مصداقيته لانه قال الكثير وعندما خرج علينا بمسودته الآن القضية يا سيدي هي انه يجب ان تكون هناك تكون هناك مفاوضات على اسس جديدة لا يمكن الذهاب في هذه المفاوضات او الاستمرار في هذا الحوار على الاسس القديمة منتصف الليل المتواصلة وفيها بعض الفاصل ميديا الى السلام واسم اطلقه عدد من رواد مواقع التواصل يدعون الى احلال الامن والامان في انحاء الوطن موسيقى مقتل عدد من قوات السائق الموالية لحفتر ببنغازي واشتباكات عنيفة في محاور الليث والمساكن وفينيسيا والجهة الغربية للمدينة موسيقى اطلاق صراح عدد من شباب العجلات المحتجزين في الزوارة والذين قاتلوا الى جانب ما يعرف بجيش القبائل في محور يومشويشا موسيقى المتمر الوطني يقول ان الدولة الليبية لن تكون ملزمة باي عمر او تعاقدات تبرى من قبل مجلس النواب او انجهات التابعة له موسيقى قالت صحيفة ملطة داين شركة الخطوط الافريقية انشأت في ملطة شركة لتكون قاعدة لعمرياتها وذلك تحت اسم بان افريقية وحسب الصحيفة فان الشركة المعنية تستضيفها شركة بيزاف للخدمة المحدودة والمتخصصة في الاستشارات في مجال الطيران وامن الولاحة وذلك في مدينة ليجا بمالطة الى ذلك اشارت الصحيفة الى انباء عن مفاوضات بين الخطوط التركية والافريقية بشأن تأجير طائرة ثانية من طراز ايرباس لدى الافريقية وذلك بعد ان اجرت سابقا لمدة ثماني سنوات احدى طائرات ايرباس الافريقية كانت مخزنتين في اسبانيا اطلق عدد من رواد مواقع التواصل وسم او هاشتاج ليبيا الى السلام في دعوة منهم الى احلال الامن والامان في انحاء الوطن وقد داق الوسم رواجا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال ايام القليلة الماضية حيث تفاعل معه عدد كبير من الشباب الليبيين في الداخل والخارج وقاموا بحمل ورقة كتبوا عليها كلمة ليبيا الى السلام اضافة الى المدينة التي هم موجودين فيها خلال كتابتهم للوسم وقد قام الشاب صلاح السكن بمبادرة زار من خلالها ورشفان والزنتان ومصرات والزاوية وبنوريد في اطار حملة اطلاق الوسم قد اكد الناشط على مواقع التواصل الاجتماعي صلاح السكن في نشرة سابقة ان المبادرة التي اطلقها تحت عنوان ليبيا الى السلام لاقت ترحيبا وتشجيعا من قبل اهالي المناطق التي زارها كورشفان والزنتان ومصرات والزاوية وبنوريد داعيان النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الاعلامية الى تبني خطاب المصالحة والتهديئة اتمنى من الاخوة النشطاء في الفيسبوك واخوة الاعلامين وقناتكم الموقرة وبعض القنوات اتمنى من حضرتكم ان الخطاب الاعلامي يكون تحريضي انا اتفاجئ جدا صحابي حتى الاصدقائي اتفاجئنا بالواقع اتفاجئنا في كل المدى اللي زرناه في كل الشباب انا اتكلمت مع شاب له ثمانية شهور على الاربعة عشر ونصف على التبه يعني على الساتر يعني حرب سألت مدى عن الحرب يعني قال لي قال لي لأسف انا قال لي والله العظيمة اودنا يعني اتمنى نعود نرجع لحوشي نرجع لقرايتي صادف الاثنين الذكرى الثانية والثلاثين للذكرى وفاة الملك محمد ادريس السنوسي الذي اعلن استقلال ليبيا عام الف وتسعمائة وواحد وخمسين وحكم البلاد حتى انقلاب سبتمبر عام تسعة وستين نبذة عن تاريخ الملك ادريس نستعرضها في سياق التقرير الاتي الملك محمد ادريس السنوسي هو اول حاكم لليبيا بعد الاستقلال عن ايطاليا وعن قوات الحلفاء في الرابع والعشرين من ديسمبر عام واحد وخمسين هو من العائلة السنوسية ورد سنة الف وثمانمائة وتسعين في الجغبوب من سلالة السيد محمد بن علي السنوسي تولى ادريس السنوسي امارة الحركة السنوسية عام الف وتسعمائة وستة عشر وقد عقد اتفاقا مع البريطانيين في بداية الحرب العالمية الثانية ودخل الى ليبيا بجيش اسسه في مصر في الاربعينيات لطرد الايطاليين ولما انتهت الحرب بهزيمة ايطاليا وخروجها من ليبيا عاد الامير ادريس السنوسي الى البلاد التي اصبحت منذ ذلك التاريخ تحت حكم الادارة البريطانية والفرنسية سنة 1949 اعلن استقلال اقليم برقاء وما ان استقر السيد ادريس السنوسي في برقاء حتى اخذ يعد العدة لنقل الادارة الى حكومته واصدر قرارا بتعين حكومة ليبيا تتولى ادارة البلاد واصدر دستور برقاء الذي يعد وثيقة مهمة من وثائق التاريخ العربي الحديث في الرابع والعشرين من ديسمبر عام 1951 اعلن الامير محمد ادريس السنوسي في مدينة بنغازي الاستقلال وميلاد الدولة الليبية ثمرة لجهاد الشعب الليبي واعلن ان ليبيا اصبحت دولة مستقلة ذات سيادة وصار الامير ادريس منذ ذلك الوقت ملك المملكة الليبية المتحدة بحسب الدستور محمد ادريس السنوسي ظل ملكا على ليبيا حتى انقلاب سبتمبر عام 1969 بقيادة القذافي الذي اطاح بحكمه وكان وقتها في تركيا وتوجه لاحقا الى اليونان حيث اقام مده ثم انتقل الى مصر برفقة زوجته الملكة فاطمة الى ان توفي في مثل هذا اليوم الموافق للخامس والعشرين من مايو سنة 1983 الى عنوان النشرة مقتل عدد من قوات السائق الموالية لحفط الرابي بنغازي واشتباكات عنيفة في محاور الليف والمساكن وبينيسيا والجهة الغربية في المدينة اطلاق صراح عدد من شباب العجلات المحتجزين في الزوارة والذين قاتلوا الى جانب ما يعرف بجيش القبائل بمحور يوم الشوشة المؤتمر الوطني يقول ان دولة الليبية لن تكون مجزمة باي عمل او تعاقدات تبرم من قبل مجلس النواب او الجهات التابعة له ثم النشرة في امن اشتركوا في القناة